اهلا بكم من جديد انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 والذي تنظمه الحكومة المصرية لبحث اوضاع ومستقبل الاقتصاد ويشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي 21 جهة محلية ودولية بالاضافة الى نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ذلك بهدف التوافق على خريطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة لاقتصاد المصري وتتضمن اجندة عمل المؤتمر العديد من الجلسات خلال ثلاثة ايام وفق ثلاثة مصارات اساسية المصار الاول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية ويتمثل المصار الثاني في تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الاعمال فيما يتناول المصار الثالث صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الاولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة ومن جانبه اكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبول اليوم اكد ان عقد المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 جاء ادراكا لاهمية وضع خريطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري تشارك فيها كافة الاطراف ليست فقط الحكومة بل كل الخبراء والمتخصصين ومجتمع رجال الاعمال والاحزاب السياسية على حد تعبيره وقال مدبولي ان المؤتمر الاقتصادي يأتي في خضم ازمة عالمية لم تشهد دول العالم منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا الى ان كافة الحكومات المتقدمة والقوية اقتصاديا والدول الناشئة تصارع من اجل النجاة وضمان الاستقرار فلنتابع مصر عدت في الفترة اللي فاتت وخلينا نركز على اخر خمس عشر سنوات بخمس ازمات اقتصادية كل واحدة منها كانت كفيلة باسقاط وانهيار اي دولة 2011 2013 2018 كان ازمة اسواق نشأة وبعدين كوفيد وبعدين الازمة الروسية الاوكرانية لكن الحمد لله مصر بالرغم من كل ده دخلت في مركز قوي على نحو استثنائي يمكنها في فترة كورونا انها تقاوم وتنجح في الخروج ولكن بتكلفة نعم بتكلفة ولكن قدرنا ان احنا نخرج وحققنا نسب نمو موجبة بالرغم ان اغلب دول المثيلة لنا في المنطقة كانت بتنمو في هذا الوقت بنمو سالب احنا النص الاول من 21-22 وصلنا نسبة نمو 9% نسبة عمر مماصر حققتها ولكن كان ده كله بيدينا مؤشر ان هناك تعافي جت الازمة الروسية الاوكرانية للأسف وعملت علينا زي كل دول العالم ضغوط كبيرة جدا كان عندنا تعافي في كل الارادات وفي الصادرات المصرية حققنا اعلى ارقام وللحديث تنضم الينا عبر الانترنت من القاهرة الدكتور جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء المصري دكتور جيهان وحييكي على شاشة الجزيرة مباشر وابتداء ببساطة شديدة ما المتوقع من هذا المؤتمر الاقتصادي يعني المخرجات هي التي ستكون مثلا خريطة عمل للحكومة خلال الفترة القادمة ومن الممكن ان تكون مخرجات مختلفة عما تقوم به الحكومة الآن على المستوى الاقتصادي ام ماذا مساء الخير على حضراتكم وعلى السادة المشاهدين واهلا وسهلا بكم احنا الحقيقة بتدينا فعلا جلسات المؤتمر الاقتصادي اليوم المفهوظ المؤتمر الاقتصادي هيمتد على ثلاثة ايام من اليوم الاحد وغدا الاثنين ويوم التلاتة ان شاء الله خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي احنا بنحاول ان احنا نشرح بصورة واضحة وفيها نوع من الشافافية لجميع الأطلاف في المجتمع الوضع الاقتصادي الحالي ومن ثم نقدر نشتغل على جلسات قطاعية نحط فيها خارطة طريقة للاقتصاد المصري في الفترة القادمة خارطة الطريقة دي فيه منها بعض الخطوات في الأجل القصير والمتوسط وخطوات أخرى في الأجل الطويل للخروج من الأزمة الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله وليجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وأكثر تنافسية واستدامة إذا نحن نتوقع الخروج بخارطة الطريق بعد انتهاء المؤتمر إن شاء الله أي مؤتمر بيعد لي وبالتالي من الممكن أن نتوقع ما هي مخرجاته إذا حاولنا أن نذهب لمسألة التوقعات من وجهة نظرك دكتورة جيهان أهم مخرجات هذا المؤتمر ماذا ستكون خليني أقول حبيبتك إحنا إن شاء الله بإذن الله عندنا جلسات الغدن إن شاء الله هي جلسات تمكن القطاع الخاص ودي جلسة مهمة جدا إحنا عندنا أطلقنا وثيقة ملكية الدولة في شهر مايو اللي فات والسيد الرئيس الوزراء كانت النسخة الأولى منها طرحت للحوار المجتمعي وتم عقد جلسات عمل أكثر من 40 جلسة عمل مع المتخصصين ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاديين علشان نقدر إن احنا ناخد هذه الآراء ونضمنها في وثيقة ملكية الدولة إحنا بنعتبر وثيقة ملكية الدولة بمثابة دستور اقتصادي لمصر إن شاء الله هيصدر بيوضح لنا الخطوات اللي بتتبعها مصر التمكين أكبر للقطاع الخاص وتواجد الحكومة أو تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي فإحنا عندنا جلسة هامة جدا غدا هذه الجلسة هتكون بداية الجلسات وهتناقش التحديث اللي حصل ليه الوثيقة وموجود معنا رئيس جهاز حماية المنافسة هنتكلم عن الحياة التنافسي معنا للقطاع الخاص علشان نقدر نوصل للصيغة النهائية بعد ذلك هنتكلم على جلسات قطاعية وهذه الجلسات القطاعية بتاخد القطاعات الهامة في الاقتصاد زي قطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الزراعة وقطاع النقل وقطاع الإسكان قطاعات عديدة جدا قطاع التكنولوجيا المعلومات قطاع الزراعة مش عايزة أنسى بس أحد القطاعات ولكن هي كل القطاعات في الاقتصاد اللي بتشكل الناتج المحلي الإجمالي هيكون فيها جلسات هذه الجلسات جلسات parallel sessions أو متزامنة بندرس فيها التحديات اللي بيواجهها القطاع وبنضع خطة لهذا القطاع في الأجل القصير والأجل الطويل زي ما قلت الحضرة بعدين بنتكلم عن نور السندوق السيادي وبنتكلم عن سوء المال لأنه لو بنتكلم عن تمكين القطاع الخاص فإحنا أيضا لازم يكون فيه دور لسوء المال في هذا بعد هذه الجلسات كلها بنصيغ ما تخرص إليه هذه الجلسات عشان نخرج به توصيات أهم من التوصيات هتكون فيه الوثيقة الملكية والإصدار النهائي لوثيقة الملكية والتوافق على وثيقة الملكية أيضا هيكون تشدر عفوا أنا آسف طبعا أنا أعرف أن أعند حرتك الكثير والكثير في التفاصيل لكن دكتورة طبعا أنت كمصرية بالتأكيد وصلك إحساس كثير من المصريين فيما يخص المسألة الأزمة الاقتصادية طبعا ليست مصر وحدها التي تعيش هذه الأزمة لكن دول كثير من العالم تعيشها أيضا والبعض خايف أن المؤتمر يتحول أنا آسف في اللفظ لكن اللفظ ردت كثيرا إلى مكلمة لا ينتهي إلى شيء حقيقي وستظل الأوضاع علامية عليه خصوصا يعني مسألة ارتفاع الأسعار الكبيرة خلال فترة الماضية يعني هل تشاركين البعض هذا التخوف؟ خليني أقول لحديثك إحنا لما جينا نعد للمؤتمر الاقتصادي الحقيقة إحنا يمكن كان النهج بتاع أعداد المؤتمر الاقتصادي هو مش نهج الحكومة فقط ولكن نهج تشاركي ولذلك مركز معلومات التابعة لمجلس الوزراء أطلقنا ويبسايت عليه كل الأوراق اللي هينقشها المؤتمر وأطلقنا أبليكيشن علشان يكون في عندنا مشاركة من المجتمع كله للرؤى أو التحديات أو حتى الانتقادات أو التخوفات ودرسنا الحقيقة خلال الشهر اللي فاته إحنا بنعد للمؤتمر زي ما حياتك بتقول تخوفات العديد من المصريين أو تخوفات عديد من الأطياف أنه يتحول المؤتمر لمكلمة وتنظير وما إلى ذلك فعلشان كده كنا مهتمين جدا أنه في جلسات المؤتمر أنه تكون الجلسات هي جلسات حقيقية واقعية بخطوات ومستهدفات وليست فقط مكلمة وعازمين على أن احنا نخرج بخارطة طريق أن يكون في عندنا خطوات تنفيذية وحزم يطلقها السيد الرئيس الوزراء ومبادرات أيضا يطلقها السيد الرئيس الوزراء للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية ومكافحة زي ما حيثك بتقول غلاء الأسعار أو التضخم اللي موجود في العالم اللي يشهدوا العالم كله ومصر مش بمنأة عن العالم بعد التحديات اللي موجودة في القطاع الصناعي اللي ممكن يكون لها علاقة بتواجد العملة أو سعر العملة وبالتالي احنا عندنا أيضا جلسة مهمة جدا في اليوم الأخير للمؤتمر هي جلسة لتعديق الصناعة بيكون فيها السيد وزير الصناعة ووزير المالية ومحافظة بنك المركزي عشان نتكلم في التحديات الحقيقية سياسات ونقص منها إلى خطوات تنفيذية حضرتك كمستشار اقتصادي لرئيس مجلس الوزراء أعتقد أني فكرة أكيد مؤسسة الرئاسة يكون لها رؤية فيما يخص كل الملفات الدولة وبما فيها الملف الاقتصادي فهل بيكون في أي تعارض ما بين رؤية مؤسسة الرئاسة الرئاسة مثلا ورؤية مجلس الوزراء وإذا حدث هذا التعارض أو الاختلاف في وجهة النظر أي الرؤى التي تقدم على الأخرى لا خليني أقول حياتك حاجة هو ما بيبقاش في تعارض في وجهات النظر لكن بيكون في توضيح لبعض وجهات نظر ممكن يكون فيها يعني ما تكونش واضحة بالصورة الكافية لكن ما فيش أي تعارض موجود في رؤية الدولة أو رؤية الحكومة أو مؤسسة الرئاسة وحضرتك لو طبعت الجلسات بتاعة المؤتمر النهاردة أو الجلسة الرئيسية الاقتصادي طبعا كان بيشرفنا فيها السيد الرئيس الجمهورية واستمع إلى العرض اللي قام بيه السيد الرئيس الوزراء وكان عرض تفصيلي للاقتصاد على مدة أربعين سنة وأيضا التعليقات بتاعة السيد الرئيس الجمهورية كانت متصقة تماما مع ما عرضه السيد الرئيس مجلس الوزراء وحتى كمان لما أخذنا آراء الأحزاب أو أخذنا آراء أطياف مختلفة كان الكل شايف التحديات اللي موجودة وبيسعى لي الخروج من هذه التحديات فأنا بأكد لحدتك أنه ما بيكونش في تعارض أو بيكون فيه اختلاف في الرئيس ما بين مؤسسة الرئيس والحكم وارد أن تخرج رئيس مختلفة عن ما هو يعني يتم السير عليه الآن رئيس اقتصادية هل ده ممكن يستدعي بعد ذلك كانت رئيس مختلفة أن يكون فيه تغيير للحقائب خصوصا الحقائب الاقتصادية للسير على الرئيس الجديدة أم لا هذا غير مرتبط بذلك يعني إحنا بنتكلم بالوقت أنه عايزين الآراء أو الرؤى نكون احتوائيين للآراء والرؤى وبالتالي تم دعوة أطياف مختلفة للمؤتمر يعني إحنا حتى في تصميم الجلسات ما عندناش فقط الحكوميين أو الوزراء فقط ولكن عندنا القطاع الخاص وعندنا قطاع الأعمال وعندنا الأحزاب السياسية علشان نستمع أكتر مما نتحدث إحنا يمنا جدا أن نستمع إلى الرؤى المختلفة علشان نقدر نضمن هذه الرؤى لو ما كانتش مأخوذة في الاعتبار وفي الآخر هي المصلحة الأساسية هي مصلحة الدولة ومصلحة الاقتصاد ومصلحة رفع مستوى معيشة المواطن وبالتالي إحنا عايزين نخلص إلى هذه الخطوات التنفيذية ويكون فيه أيضا نوع من الحوكمة اللي بتتبع هذه الخطوات يمكن النهاردة السيد الرئيس الوزراء وهو بيتكلم في العرض بتاعه يتكلم على آخر مؤتمر اقتصادي يتعمل في 2015 وأخذ التوصيات بتاعة هذا المؤتمر وابتدى يتكلم من وقت 2015 حتى الآن ما هي التنفيذ أو ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومة المصرية علشان تصل إلى المستهدفات اللي أقرها المؤتمر الاقتصادي في 2015 فإحنا الحقيقة بنتكلم بصورة موضوعية عن المستهدفات اللي وضعها المؤتمر الاقتصادي في 2015 ودلوقتي المستهدفات اللي هيضعها المؤتمر الاقتصادي في 2022 ونأخذها بعد ذلك لحيز التنفيذ طب اسمحيلي يا دكتور وخلينا أنا طبعا بحاول انقلك وجهة نظر الناس وسطاء الناس ونبض الشارع وأنا متأكد اللي أنت بالتأكيد وصل لك ده ووصل للحكومة بشكل أو بآخر لإني من الناس بتقول أيها كان في مؤتمر اقتصادي وبعد ذلك الأحوال على المستوى الاقتصادي لم تكن هي الأفضل غالبا سائت وارتفاع الدولار أمام الجنيه كلنا نرى وأزمة الأعلاف أزمة المواد الغذائية ما الذي يجعلنا نثق في أن هذا المؤتمر سيخرج بجديد يعيد صياغة المسألة الاقتصادية أجعلها أفضل مما كان قلينا أقول حياتك على مدار الزمن لازم هيكون في تحديات اقتصادية وبالتالي من مؤتمر للآخر هو في تحديات بتتحل وفي تحديات جديدة تظهر وبالتالي المؤتمر الاقتصادي الحالي هو هيخرج بحلول لأزمات إحنا مرنا بها أزمة كورونا وأزمة الأزمة الأوكرانية الروسية اللي هي وضع التحدي للعالم كله مش لمصر فقط في أسعار الغاز وأسعار المنتجات ومدخلات الإنتاج وسلاسل الإندات زي ما حضرتك عارف فهو الأزمة الحالية هي أزمة مش مصر بس اللي فيها بيعاني منها الشعب المصري وبتعاني منها شعوب أيضا وهنفضل موجودين في تحديات على طول وطول ما إحنا بننظر إلى رفع مستويات المعيشة في كل دول العالم وليس فقط في مصر لازم هيكون في تحديات اقتصادية فاللي بيضمن أن احنا هنخرج بمخراجات تتصق مع هذه التحديات أن احنا حطين التحديات دي أمام عنينا وبندرسها احنا مش بنتكلم في المطلق احنا بنتكلم في أزمة وبنتكلم في وضع اقتصاد وحللنا وضع الاقتصاد بتاعنا وبنشوف الخطوات القادمة للخروج من هذه الأزمة وتحسين مستوى المعيشة وأنا بكلم حضرتك أنا فاتح قدامي الأسئلة التي أرسلها ما يعرف بالحوار الوطني للمؤتمر لرئيس الوزراء لمحاولة إيجاد إجابات عليها من قبل مجلس ومناء الحوار الوطني كان أحد هذه الأسئلة بيتحدث عن مسألة الإنفاق الحكومي أو أولويات الإنفاق وبيشير أن هناك بعض المشروعات لم يكن من المفترض أن يتم البديبيا مشروع العاصمة الإدارية الجديدة العالمين الجديدة إلى آخره هل تفكر الحكومة الآن بجدية في إيقاف هذه المشروعات أو بعض مراحلها ويعني تغيير نظراتها فيما يخص الإنفاق وأولويات الإنفاق الحكومية أم لا خليني أولي حياتك حاجة يمكن برضو في العرض العرض السيد رئيس الوزراء تكلم عن المدن الجديدة اللي مصر بتعملها وأهمية هذه المدن في استعاب الزيادة السكانية وفي خلق فرص العمل والحقيقة لما تدينا نحط اللابنة الأولى للعاصمة الإدارية تحديداً لحياتك تكلمت عليها ده كان في مؤتمر 2015 وفي مؤتمر 2015 الفترة البينية ما بين 2015 لغاية 2022 حتى يمكن لو العرض حضرتك شفته الصورة في 2015 إن شكلها ما كانت ودلوقتي إحنا في الحقيقة موجودين في العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية إحنا بنتكلم على نقلة نوعية لشكل المدن في مصر ولعاصمة مصر اللي إحنا بشايفين إنه فيه نوع من التكدس السكاني اللي موجود وحجم الأعمال اللي موجودة اللي لازم تخرج فيه منطقة جديدة تجديد الأولويات أو التحديث الأولويات وارد ولكن ما كيش إيقاف لمشروعات إحنا اشتغلنا فيها لأن المشروعات دي لما وضعت وضعت برؤية لحل مشكلات معينة خليني أخذ على لسانك وده مهم جداً للحقيقة إننا نأخذ على لسانك نصاً إنه لن يكون هناك إيقاف للمشروعات الجديدة وعلى رأس هذه المشروعات مشروع العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون هناك إيقاف لأي من مراحلها هل هذا ما فهمت صحيح؟ إحنا مستمرين في الشغل اللي إحنا بتدناه لأنه الشغل اللي بتدناه في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن هو الحقيقة موضوع ومخطط علشان استعاب الزيادة السكانية وخلق فرص العامل لكن اسمحيلي يا دكتور أما يعني أنا ما أعتقدش إن سكان مثلاً بعض المناطق المقتضة بالسكان هيزاول العاصمة الإدارية الجديدة في ضوء أسعارها أنا أعتقد العاصمة الإدارية ممكن يكون بتنمي خلينا حياتك حاجة هو ما هو ما هي في عندنا مستويات مختلفة واللي هيطلع من المناطق اللي هي في وسط القاهرة ويروح هذه المدن هيسيب مكانه لليه اللي مش قادر زيادة العرض زيادة العرض من الوحدات السكانية زيادة العرض من وجود المدن لأنه أنت الزيادة اللي موجودة في الطلب نتيجة للزيادة السكانية لازم يكون بيواجهها زيادة في العرض وإحنا حقيقة كمان إحنا بنتكلم على مصر ويمكن أستاذ رئيس الوزراء أشار لده النهاردة في العرض بتاعه إنه مساحة مصر إحنا مش مستغلين كل هذه المساحة إحنا مستغلين تقريباً ما يقل عن 10% من هذه المساحة وبالتالي التوسع على أراضي مصر علشان الأجيال القادمة وعلشان نقدر يكون عندنا حياة أفضل في جميع الوصول كان السؤال يا دكتورة طبعاً أنا سعيد بوجودك معنا وكل هذا الوقت لكن كان السؤال في فكرة أولويات الإنفاق بيقول ونحن في خضم أزمة حقيقية يعيشها العالم أما كان من المفترض أن تذهب الأموال التي تضخ في العاصمة الإدارية الجديدة في العالمين الجديدة مثل هذه المشروعات الكبرى يضخ في الصحة في التعليم على سبيل المثال في المجالات الخدمية الأخرى التي احتاجها المواطن الحقيقة هو بيضخ فعلاً في الصحة وفي التعليم وفي المجالات الأخرى وخلينا نقول برضو أنه الشغل على المدن الجديدة والعاصمة الإدارية هو أيضاً خلق كل فرص عمل فهو الإنفاق الذي يحدث هو بيتواجب معه إنفاق آخر موجود في الصحة وفي التعليم هو مش بنهمل للصحة والتعليم على حساب المشروعات الأخرى نذهب إلى نقطة أخرى متعلقة بالتعداد السكاني أو الزيادة الموليد لعل رئيس الوزراء أشار لها اليوم وقال بسبب الأعداد الزيادة السكانية الكبيرة كان ممكن مصر تكون في حالة أفضل مما عليه الآن دخل المواطن يزيد بنسبة أكثر من ألفي جنيه إذا لم تخني الذاكرة كذا قال ممكن البعض يقرأ هذه التصريحات وكأن رئيس الوزراء يريد أن يعني يلقي باللائمة وبالتراجع الاقتصادي على مسألة الأزمة التعداد السكاني إلى أخيره سيد رئيس الوزراء سيد رئيس الوزراء بيقصد أنه يوضح حجم التحدي الموجود وأنه حجم التحدي ده أنه كل الطاقات والإمكانات والشغل اللي بيتعامل هو الحقيقة شغل مضاعف علشان خاطر الزيادة السكانية لكن لا يلقي باللوم على الزيادة السكانية لكن بنتكلم على أنه ده بيحط على الدولة تحدي أنها لازم تؤدي إلى شغل إضافي ومجهود أكتر علشان نقدر أن نستوعد الزيادة السكانية زي ما قلت لحضرتك مثلا بناء المدن الجديدة ما هو الاستعاب الزيادة السكانية بناء المدارس والفصول والمستشفات كل ده هو تحدي على الدولة هذا التحدي ما كان أن يكن لو لا أنه نحن في عندنا أو مستمرين في هذه الزيادة السكانية والحقيقة نحن في عندنا مشروع مشروع هام جدا هو مشروع تنمية الأسرة وده يعني ده مشروع قومي ومشروع بتتبنى رئاسة الجمهورية بنتكلم عن الخصائص السكانية فاحنا لننظر فقط لمعدل النمو السكاني أو الزيادة السكانية ولكن يهمنا الخصائص السكانية لأنه زيادة السكانية دي لازم يكون مقابلها صحة ومقابلها تعليم فبنتمنى أن احنا نشتغل على هذا علشان لذي هذه زيادة السكانية تجد الرعاية الصحية وتجد التعليم لتخلي نسبة الزيادة السكانية الموجودة بتدينا طاقة انتاجية مش بتدينا عبء إضافي يعني خليني أخذ من حضرتك خبر آخر إذا صح التعبير بيكونك مستشار اقتصادية رئيس مجلس الوزراء موضوع قرد صندوق النقد الدولي هل اقترب مصر قريبا سيوافق لها على القرد نحن في اللمسات الأخيرة في اللمسات الأخيرة إن شاء الله بإذن الله ويعني ربنا يسهل متوقع على إمتى كده دكتورة يعني ما قدرش أقول توقع بس في اللمسات الأخيرة هل هناك حديث وضع عن قيمة القرد تحديدا كل دي حاجات يعني بما إنه لم يصدر الاتفاق النهائي أو لم يصدر التوقيع فما نقدرش أن نحن نتوقع أي توقعات أو نقول أي تصريحات بس إن شاء الله في اللمسات الأخيرة وقريبا إن شاء الله سيتم الأعلام أنا طبعا بشكرك على هذا اللقاء ونتمنى أن يكون هناك لقاءات أخرى على شاشة الجزيرة مباشر دكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء كنت معي عبر الانترنت من القاهرة